المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستخراجية والتزاماتها اتجاه الدولة والمجتمع والإسهام في تحسين الحكمة في القطاع الاستخراجي بشكل عام والتعديني بشكل خاص موضوع بارز يتناوله هذا اللقاء الخاص بالحوار الوطني حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستخراجية اللقاء تشارك فيه القطاعات الحكومية ذات الصلاة بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام والشركات الاستخراجية العاملة في بلادنا إن تنظيم هذا الحوار هو دليل واضح عن التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني بقطاع الصناعات الاستخراجية الذي يعد محركاً أساسياً لتنمية الاقتصادية مع احترام قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستدام والشمولية وقد أدت قيادة حكومة الوزير الأول السيد محمد والبنان مسعود إلى إصلاحات كبيرة تهديف إلى زيادة الشفافية وتعزيز الحوكمة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي السفيرة الأمريكية سعادة السيدة سيثيا كريشت أوضحت أن هذا التكوين يشمل من بين أمور أخرى تدريب الصحفيين على كيفية التحقيق في القطاعات الاستخراجية وإعداد التقارير عنها بالإضافة إلى تدريب المسؤولين الحكوميين على تعزيز وصول الجمهور إلى الشفافية في هذا السياق وتسهيل تبادل المعلومات من خلال أدوات مثل الموقع الإلكتروني الذي تم إشاؤه حديثا ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بيّنت من جانبها أهمية اللقاء لكونه يضم مختلف الفاعلين بشأن الصناعات الاستخراجية من حكومة ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام مبرزة أن الحوار الوطني حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستخراجية يمثل كيفية قيام هذه الشركات بدمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في عملياتها مع جميع الأطراف لقاء شيشكل فرصة استثنائية لمناقشة أفضل للممارسات والتحديات والفرص المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات الاستخراجية في بلدنا